سيادة الدولة واجب فرضها على كل شبر في البلاد تصريحات جريئة أطلقها رئيس الوزراء معين عبد الملك في حديثه لصحيفة عكاظ السعودية حول أرخب سقطرة تصريحات بدى فيها الرجل وكأنه يتحدث من عوالم الفنتازية الخاضعة لقوانين مختلفة عن معطيات الواقع المعاش ناسياً أو متناسياً أن سقطرة تحت سطرة الإمارات عضو التحالف الذي لم يحمله مسؤولية ما يحدث في الجزيرة تغيير ثقافي وديمغرافي تمارسه الإمارات واستحداثات عسكرية ومخابراتية لا تتوقف وإجراءات تنفذها ميليشيا الانتقالي لسلخ الجزيرة عن يمنيتها الأمر الذي يدفع كثيرين للتساؤل هل ما تزال سقطرة فعلاً يمنيا؟ انتهاكات الإمارات في سقطرة دفعت البرلمان اليمني لمساءلة رئيس الحكومة معين عبد الملك لكنها تساؤلات ضلت بلا جواب وسط محاولات حثيثة لتطبيع حكم الميليشيا وإخراج الجزيرة من حسابات الشرعية في المشاورات الحكومية فإن كان الرجل حريصاً على عودة الدولة إلى كل شبر في أراضيها فلماذا لا يصر أولاً على إنهاء سيطرة الميليشيا وسحب البساط منها في سقطرة وباقي المحافظات الجنوبية وفقاً لالتزامات اتفاق الرياض يتساءل مراقبون تخشى المحافظات الجنوبية عبث الميليشيات الانفصالية عبر حكومة يترأسها معين عبد الملك رجل السعودية والإمارات فهل ستعود سيادة الدولة إلى كل شبر في البلاد؟ أم أنه يجري تفتيت الشرعية وشراء ولاءات بعض قاداتها تمهيداً للإجهاز على سيادة الدولة وما تبقى من سلطاتها الشرعية في المناطق المحاربة؟ اشتركوا في القناة